بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري حتى لو لم تستطع أن تزور سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى لو لم تستطع أن تعقد مجالس البكاء على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى لو لم تستطع أن تشارك في أي شيء تابع لمولانا الإمام الحسين عليه السلام ولكن تستطيع أن تعيش في نعمة وسعة وكذلك عيش رغيد ودعا عن طريقي ماذا؟ عن طريقي زيارة عاشوراء عن طريق زيارة عاشوراء رجاء نستمع إلى أهمية زيارة عاشوراء في جعل الإنسان يعيش سعيدا مقضي الحوائش دائما وأبدا في رفاهية من العيش ذكر المحدث القمي هذه القصة حدث الثقة الصالح التقي الحاج المولى حسين اليزدي المجاور للمشهد الغروي وهو من الذين وفوا بحق المجاورة وأتعب أنفسهم في العبادة روى عن الثقة الأمين الحاج محمد علي اليزدي قال كان في يزد رجل صالح فاضل مشتغل بنفسه ومواضب لعمارة قبره يبيت في الليالي بمقبرة خارج بلدة يزد تعرف بالمزارة وفيها جملة من الصلحاء وكان له جار نشأ معه من صغر سنه عند المعلم وغيره إلى إن صار يعمل في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى وكان كذلك إلى أن مات ودفن في تلك المقبرة قريبا من المحل الذي كان يبيت فيه الرجل الصالح المذكور فرآه بعد موته بأقل من شهر في المنام في زي حسن وعليه نظرة النعيم فتقدم إليه وقال له إني أعلم بمبدأك ومنتهاك وأعلم بباطنك وظاهرك ولم يتبين عملك مقتضيا إلا للعذاب الشديد فكيف نلت هذا المقام عند الله سبحانه وتعالى وأصبحت في هذه الجنة الغناء مع هذه الملابس النظرة فقال هذا الرجل نعم الأمر كما قلت كنت مقيما في أشد العذاب من يوم وفاتي إلى أمس وقد توفيت فيه زوجة الأستاذ أشرف الحداد ودفنت في هذا المكان وأشار إلى طرف بينه وبينه قريب من مئة ذراع وعلم أن في ليلة دفنها رحمة الله عليها زارها سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام ثلاث مرات وفي المرة الثالثة أمر برفع العذاب عن هذه المقبرة إكراما لها فصرت في نعمة وسعة وخفض عيش ودعا فانتبه هذا العالم تحيرا ولم تكن له معرفة بالحداد ومحلة فطلبه في سوق الحدادين فوجده فقال له ألك زوجة؟ قال نعم توفيت بالأمس رحمة الله عليها ودفنتها في المكان الفلاني وذكر الموضع الذي أشار إليه فقال فهل زار السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ قال لا قال فهل كانت تذكر مصائب الحسين عليه السلام؟ قال لا قال فهل كان لها مجلس تذكر فيه مصائب الحسين؟ قال لا فقال الرجل وما تريد من السؤال فقص عليه الرؤية من البداية إلى النهاية فقال لقد كان الزوجة مواظبة على زيارة عشوراء إذن زيارة عشوراء ليس فقط تنزل الرحمة عليك عندما تقرأها أنت وإنما تنزل الرحمة على بيتك على أولادك على زوجتك على زوجك على أهلك على جيرانك هكذا هي الرحمة ألم نقرأ فيه قل هو الله أحد يعني من يقرأها قبل النوم عشر مرات أو هدع عشر مرة فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ بيته ويحفظ البيوت التي بجواره يعني بمعنى بأن خير هذه السورة يفيض على بيوت الآخرين يفيض من بيتك على بيوت الآخرين كذلك زيارة عشوراء خيرها يفيض على بيتك وبيوت الآخرين والإنسان الذي يزور زيارة عشوراء يزوره الإمام الحسين عليه السلام ويقضي له الحوائج عبارة مشهورة في زيارة عشوراء عن طريق مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال من زار هذه الزيارة وقرأ دعاء علقمة فإن حاجته مقضية بالغة ما بلغت فلا يعني رجاء لا تتكاسل ولا تتضجور ولا تنزعج ابدأ من الآن في زيارة عشوراء لترى بأم عينك كيف أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب الفرج لقضاء حاجتك مهما بلغت برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام موسيقى